مر الدجال على هذا المكان مر على هذه البيوت هل فتن به أهلها؟ هل اضطر الرجل أن يربط أهله؟ لأجل أن لا يتبع الدجال مر على هذه الأشجار ساحة في الأرض لبث في الأرض أربعين يوما ما طول هذه الأيام؟ من هو الدجال؟ ما قصته؟ هل هو من بني آدم؟ هل هو موجه فقط إلى البشر؟ إلى الإنس؟ أم أن الجن ينالهم شيء من خبره وفتنته؟ ماذا يفعل بالأرض إذا مر عليها؟ إذا أمرها هل تطيعه؟ إذا نظر إلى السماء ثم أمرها هل تطيعه؟ ماذا يدعي؟ يدعو الناس إلى ماذا؟ لماذا؟ لماذا نوح عليه السلام يبعث إلى قومه؟ فيحذرهم من المسيح الدجال؟ يُبعث شعيب إلى قومه قبل أن يفارقهم يُحذِّرهم من المسيح الدجال؟ يُحذِّرهم من المسيح الدجال؟ يُبعث صالح إلى قومه ما من نبيٍ إلا وقد حذَّر قومه من المسيح الدجال من رحمته وخوفه ووجله عليهم يُحذِّرهم من المسيح الدجال؟ ما هي فتنة المسيح الدجال؟ كيف مر على هذه الدنيا؟ قبل أن تخرب؟ ما هو تأثير المسيح الدجال في الأشجار؟ هل تُطيعه؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فَلَا يَبْقَ ذَاتُ ظِلْ كل الأشجار تكون كما نرى خاوية على عروشها قد قتلها الجد ويبست فَلَا يَبْقَ ذَاتُ ظِلٍ يَنْبُتُ مِنْهَا لَحْمُ أو يَشْبَعُ مِنْهَا بَطْن لماذا؟ لماذا سُمِّي بالدجال؟ ما هو الدجال؟ ما هو الدجال؟ الفتن التي تقع على الناس متنوعة منها فتن في الأموال يعطي الله تعالى الإنسان مالاً ثم يأمره أن يخرج الزكاة هو محبوب إليه ومع ذلك يأمره أن يخرج منه أن يعطيه لشخص ما تعبك تعبه ولا نصبك نصبه ولا سهر الليلة وسافر لأجل أن يجمعه ومع ذلك أناول الفقيرة منه فتنة المال منها فتنة الولد إِنَّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ إِنَّ بِنْ أَبْنَائِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً أَمَّا الدَّجَّالِ فوالله ما خلق الله فتنةً أبداً أعظم من المسيح الدجَّالِ خرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه وإذا هم يتذاكرون قال ما تتذاكرون تتحدثون في ماذا؟ قالوا في المسيح الدجَّال ذكرته لنا فأكثرته حتى ظننا أنه في أطراف النخل من كثرة ما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجَّال في مجالسه وبين أصحابه وفي خطبه ظن الصحابه أنه قريب أنه في أطراف المدينة قد وصل إلى النخل فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجَّال أخوفني عليكم في شيء أعظم فتنةً وشرًّا من الدجَّال وكأنه يقول لأصحابه لا تلوموني أنا أكثرت عليكم فتنة عظيمة أغير الدجَّال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم البطل الشجاع خاتم الأنبياء وسيد الأولياء يقول عليه الصلاة والسلام إن يخرج الدجَّال وأنا موجود حي بينكم أنا حجيجه دونكم أنا أقوم بالموضوع أنا أناقشه وأجادله وأحميكم من فتنته أنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم كل نفس دائقة الموت يعلم عليه الصلاة والسلام أنه بشر سيأتيه الموت لا محالة ويبقى الحي الذي لا يموت قال وإن يخرج ولست فيكم إن أنا موت قبل مجيء الدجَّال إِن يخرج ولست فيكم فامرؤن حجيج نفسه كل واحد مسؤول عن نفسه أنا لست موجوداً يا أصحابي لأناقش عنكم وأحاول لكن كل واحد منكم مسؤول عن نفسه ولأن كل واحد منا مسؤول عن نفسه جئنا اليوم هنا نتكلم عن الدجَّال نبين ما هي صفاته لأن كل واحد مسؤول عن نفسه نبين ما فتنته لأن كل واحد مسؤول عن نفسه نبين ماذا يفعل ما هو السحر الذي يمارسه كيف يأمر الأرض والسماء كيف يؤثر في البهائم في الدواب والله نتكلم عن ذلك لأن كل واحد مسؤول عن نفسه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم لكنه ليس فينا عليه الصلاة والسلام قال وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه الدجَّال رجل من بني آدم أتاه الله تعالى قدرات أكثر من قدرات بقية البشر سمي بالمسيح الدجَّال لأن عينه ممسوحة أعور العين اليمنى والعين الثانية ممسوحة وقيل سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض يسير فيها يمسحها مسحاً فلا يدع شيئاً إلا مر عليه فسمي بالمسيح بالمسيح وقيل سمي بالمسيح الدجَّال كذَّاب غير صادق ولم يقل عليه الصلاة والسلام المسيح الكذَّاب لا بل الدجَّال من كثرة ما معه من دجل وألعيب وخزعبلات وسحر وتخيلات هو المسيح الدجَّال لا يخرج الدجَّال حتى يترك الناس ذكره على المنابر لا يذكره خطباء الجمع لا يسمع الناس ذكره في المحاضرات في الدروس في البرامج لا يسمعون صفاته لا يحذرون منه عندها يخرج عليهم الدجَّال فجأة وإذا عامت الناس في جهلٍ من الدجَّال الدجَّال يدّعي أنه رب العالم يدعو الناس إلى عبادته يقول عليه الصلاة والسلام إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور هو كامل الصفات ربنا جل وعلا أما الدجَّال فأعور مكتوبٌ بين عينيه كَفَرَا كَا فَا رَا يَقْرَؤُهَا كُلُّ مُؤْمِن قَارِءٌ أَوْغَيْرُ قَارِءٌ أَوْغَيْرُ قَارِءٌ كُلُّ الناس مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَقْرَؤُونَ كَفَرَا وَيَرَوْنَ عَوَرَ عَيْنَهُ وَيَرَوْنَ بَقِيَّةَ الصِّفَاتِ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الدَّجَّالِ وَأَفْحَجُ السَّاقَيْنِ وَشَوَّهَ السَّاقَيْنِ جَعْدَ الشَّعْرِ ليس ناعم الشعر بل جَعْدَ الشعر عظيماً في خلقته أبيض ذلكم هو الدجال في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان بأبيه وأمي سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه دائماً وكان في المدينة غلام اسمه صاف هو ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه هو الدجال من صفات كان يراها فيه أقبل صلى الله عليه وسلم هو ورهت من أصحابه معهم أبو بكر وعمر حتى أقبل صلى الله عليه وسلم وإذا الغلام يلعب مع الصبيان فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وهو عليه الصلاة والسلام يفكر هل هذا هو الدجال الذي أوحى الله تعالى إلي أنه يخرج فيفتن به الناس هل هو الدجال فقال عليه الصلاة والسلام أتؤمن أني رسول الله فرفع ابن صياد بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت رسول الأميين فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الدجال أتؤمن أني رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسله ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد خبأت لك خبيئا أنا أضمرت في نفسي كلمة ما هي خم ما تكون ما هي ظن وأراد صلى الله عليه وسلم أن يمتحن هل هذا يستعمل جنا على صغر سنة ينبئونه بما يحدث أو يحدثونه عن شيء قال قد خبأت لك خبيئا أو قال خبأا فما هو فقال الدجال فقال ابن صياد الدخ الدخ فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعد وقدرك وكان صلى الله عليه وسلم قد خبأ له كلمة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فالدجال يستعمل جنا يحدثونه ابن صياد يحدثونه بما يقع فلم يستطع أن يستخرج له الجن ما في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يخمن قال الدخ الدخ فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعد وقدرك يعني أنت مخادع تستعمل الجن والشعوة ولا زال عليه الصلاة والسلام يفكر أنه هو الدجال فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فلأضرب عنقه هذا الغلام الذي عنده هذه الخزعبنات وهذا الجن ائذن لي أن أضرب عنقه فقال عليه الصلاة والسلام إن يكنه لا يا عمر لا إن يكنه إذا هذا يا عمر هو الدجال فعلا فرجل آخر سيقتله ليس أنت يا عمر إن يكنه فلن تسلط عليه لن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا حاجة لك في قتله إذا كان ابن صياد ليس هو الدجال فلماذا تقتله وإن يكن ابن صياد هو الدجال فالذي سيقتله رجل آخر إنه عيسى بن مريم عليه السلام ثم أقبل صلى الله عليه وسلم في يوم إلى جهة ابن صياد لعله أن يرى منه شيئا يدله هل هو الدجال أم لا فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يتخفى وراء النخل مقبلا عليه مختبئا يحاول أن يرى منه شيئا وإذا ابن صياد قد اضطجع وله زمزمة زمزمة له أصوات يصدرها لا تفهم ما هي فاقترب صلى الله عليه وسلم ومعه صاحباه العزيزان أبو بكر وعمر فلما اقترب جدا يحاول أن يسمع شيئا رأته عليه الصلاة والسلام أم ابن صياد فقالت يا صاف يا صاف هو اسمه يا صاف هذا محمد قد أتاك فقام فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بيّن أي لو تركته ظهر أمره هذا شيء من خبر ابن صياد لن تقوم الساعة حتى يخرج الدجال متى يخرج الدجال حتى يدعى الناس ذكره على المنابر خرج عليه الصلاة والسلام فرأى أصحابه يتحدثون عن الدجال قال فيما تتحدثون قالوا نتحدث عن الدجال ذكرته لنا ذكرته لنا يا رسول الله حتى ظننا أنه في أطراف النخل يعني من كثرة ما تحدثنا عنه في خطبك وفي مجالسك وفي كل أحوالك يا رسول الله يا رسول الله ظننا أن الدجال قد وصلنا أنه في أطراف النخل فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم في شيء أعظم من الدجال هل هناك فتنة أكبر من الدجال لأخاف عليكم منها أعظم من فتنة الحرب أعظم من الفتن في الأموال والأولاد غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم إن خرج الدجال وأنا بينكم يا أصحابي فأنا أحاوره أنا أرده أنا أناقشه أنا أحميكم منه وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه كل واحد مسؤول عن نفسه يدافع عنها يحفظها يناظر يحاور يهرب يجادل يحمي فامرؤ حجيج نفسه الدجال ليس فيه خفاء ذكرنا صفاته أفحج الساقين أعور العين اليمنى أبيض جعد الشعر عظيم الخلقة عقيم لا يولد له في عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان غلام اسمه صافي ابن صيات شك النبي صلى الله عليه وسلم في أنه هو الدجال فكان صلى الله عليه وسلم يحاول لقيه عليه الصلاة والسلام يوما فقال له ما ترى ما ترى ما الأشياء التي يخيل لك ما ترى فقال أرى عرشا على الماء قال عليه الصلاة والسلام ذاك عرش إبليس ذاك عرش إبليس كانت الشياطين تلعب به وتعبث وتوحي إليه وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم يجادلوكم قال أرى عرشا على الماء فقال عليه الصلاة والسلام ذاك عرش إبليس مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفارق الدنيا إلى الرفيق الأعلى وبقي ابن صيات يحار الصحابة الكرام فيه قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رجعنا مرة من المدينة ومعنا ابن صيات قال وكنت أتخوفه من كثرة ما يتكلم الناس عنه قال فجلست في أثناء السفر فأقبل ابن صيات ووضع متاعه عند متاعي وجاء وجلس معي قال فتخوفته ووددت والله لو قام عني فقلت له ضع متاعك تحت تلك الشجرة فإن الجو حار قال فقام وأنا والله ما بي إلا كراهية أن يجالسني فقام وضع متاعه تحت شجرة ثم أقبل فجلس إليه ثم قام فرأى غنما فقام بعس إليها قام بإناء فحُلب له ثم جاء إلي وقال أشرب قال فقلت له إن الجو حار وإن اللبن حار لا أريد أن أشرب قال ووالله وما بي إلا أني كرهت أن أشرب من يده من كثرة ما يقول الناس عنه أنه هو الدجاء قال فجلس ثم قال يا أبا سعيد لقد هممت أن أعلق حبلاً في شجرة ثم أربط طرفه في حلقي فأختنق من كثرة ما يتكلم الناس فيه يا أبا سعيد أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الدجال لا يولد له وأنا قد خلفت ولدي في المدينة يا أبا سعيد يا أبا سعيد أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة وها أنا مقبل من مكة وماضٍ إلى المدينة يا أبا سعيد قال وجعل يشكو إلي ما يجده من كلام الناس فيه أنت الدجال أنت الدجال لا يجالسونه يخافون منه يستوحشون من الخلوة به يقول إن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطبق عليه الدجال عقيم وهاء أنا يولد لي وهو لا يدخل مكة ولا المدينة وهاء أنا قد جئت من مكة وماضٍ إلى المدينة قال أبو سعيد فنظرت إليه فرحمته وكدت أن أصدقه يعني أنه إنسان بريء الناس قد ظلموه قال ثم قال لي يا أبا سعيد لكني أعرف موضع الدجال قال فلما قال ذلك قلت أعوذ بالله منك ثم أخذت متاعي وقمت عنه ابن سياد رآه ابن عمر يوماً في طريقٍ من طرقات المدينة وإذا ابن سياد قد أصيبت عينه بإصابة وأصيب بالعور فقال له ابن عمر ما جرى على عينك أنت صرت أعور ما جرى على عينك فقال ابن سياد والله لو شاء الله لخلق عيني في طرف صوتك يعني السهزئ ابن عمر كان يقول ما لك شغل هذه عيني أم عينك ما لك شغل لو شاء الله لجعلها بدل ما تكون في وجهي تكون في طرف صوتك لو شاء الله لجعل عيني في طرف صوتك فغضب ابن عمر ورفع صوته وضرب الدجال فثار الدج وضرب ابن سياد فثار ابن سياد وغضب فدخل ابن عمر على أخته حفصة فأخبرها وحفصة هي زوجة سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحليلة وتحفظ أحاديثه وأخباره فحدثها وأخبرها بأنه رأى الدجال في عينه إصابة وأنه قال له كذا وأن ابن عمر رفع صوته عليه وغضب ابن سياد فقالت له حفصة فلما أثرته لماذا تثيره لماذا تغضبه لماذا تغضب ابن سياد وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يخبر أن الدجال يخرج بسبب غضبة يغضبها لم يكن الدجال مخفياً خبره عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخبر أصحابه بصفاته كان يحذرهم منه لأجل أن يكون حاله بادياً واضحاً فلا يشتبه على أحد قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور إنه جعد الشعر أفحج الساقين عقيم لا يولد له أبيض هجان صفات يعرفها كل إنسان وخص الله تعالى المؤمنين بأن يقرأوا بين عيني الدجال كفر كفر وأي كفر أعظم من أن يدعي بشر أنه رب العالمين تميم الداري رأى الدجال قالت فاطمة بن تقيس رضي الله تعالى عنها جعل منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة قالت فاجتمع الناس فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رق المنبر قال أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة أنا ما جمعتكم لرغبة لأجل أن أوزع عليكم شيئا مرغوبا إليكم من مال أو متاع ولا جمعتكم لرهبة لأن عدوا نازل فأريدكم أن تقاتلوه لكن تميما الداري حدثني بحديث وافق ما كنت أخبرتكم به من خبر الدجال حدثني تميم أنه خرج في الجاهلية وكان نصرانيا فأسلم خرج في الجاهلية في سفينة مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فماج بهم البحر حتى بلغوا مغرب الشمس ورسوا إلى جزيرة وقد ماج بهم البحر شهرا كاملا رست بهم السفينة فجلسوا في طرفها مستوحشين ثم نزلوا فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبولها من دبورها من كثرة شعرها فلما رأوها فزعوا قالوا لها من أنت؟ قالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة؟ قالت انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال ففزعنا منها لما ذكرت رجلا وخشينا أنها شيطانا والدير هو بيت بعيد مهجور عن البنياء قال فمضينا حتى دخلنا الدير دخلنا البيت وإذا رجل كأعظم ما أنت راء من الرجال وأشده تقييدا قد جمعت يداه إلى عنقه وقد قيد بالحديد من قدميه إلى ركبتي قال ففزعنا قلنا له ما خبرك قال قد قدرتم على خبري يعني سأخبركم عن خبري لكن أخبروني من أنتم يعجب كيف وصلتم إلى هذه الجزيرة من أنتم قال نحن قوم من العرب ثلاثون رجلا من لخم وجذام ركبنا سفينة فماجت بنا شهرا في البحر حتى رسونا إلى جزيرتكم فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى قبلها من دبرها قلنا من أنت قالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت انضوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فجئنا إليك قال إني مخبركم عن خبري فأخبروني عن نخلي بيسان قالوا عن أي حاله تستخبر قال ألا يزال ينبت يثمر قالوا نعم قال أما إنه يوشك ألا يثمر أخبروني عن بحيرة طبرية قالوا عن أي حالها تستخبر قال أفيها ماء قالوا نعم قال أما إنه يوشك أن يجف ماءها أخبرون عن عين زغر هل يشرب أهلها منها وهل يزرعون من مائها قالوا نعم وعين زغر هي عين قريبة من البحر الميت جفت وذهبت قالوا نعم لا يزال أهلها يشربون منها وينبتون زرعهم من مائها قال أما إنها يوشك أن تجف أخبروني عن نبي الأميين هل ظهر قالوا نعم قال هل صدقه الناس قالوا نعم صدقوه ومنهم من كذبه قال أما إنه خير لهم أن يصدقوه ثم قال لهم وهو مقيد اليدين والقدمين قال أنا الدجال وإني يوشك أن يؤذن لي فأخرج فأسيح في الأرض يميناً وشمالاً فآت الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإنهما محرمتان علي على كل باب من أبوابها ملك صلتا بيده السيف صلتا يردني عنها ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مخسرته وجعل صلوات ربي وسلامه عليه يضرب بها يضرب بها يضرب بها يضرب بها على المنبر ويقول صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة لا يدخلها الدجال هذه طيبة لا يدخلها الدجال ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال أما إنه في بحر الشام ما هو؟ لا بل في بحر اليمن ما هو؟ لا بل هو من قبل المشرق 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 جعل يؤكدها صلى الله عليه وسلم ومخسرته في يده يضرب بها منبره منبره المدينة شرفها الله وطهرها من فتنة المسيح الدجال يقف الدجال على أبوابها فلا يستطيع أن يدخلها يأتي من قبل جبل أحد ثم ينظر الدجال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا قصر أحمد هذا القصر الأبيض هذا قصر أحمد واليوم واليوم إذا نظرنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضاء نجده كالقصر الأبيض بين حرة سوداء قال هذا قصر أحمد هذا قصر أحمد فلا يستطيع أن يرجى المدينة كلما أقبل ليدخل إلى أهلها ليدعوهم إلى عبادته ليفتنهم في دينهم يقوم أمامه ملك بيده السيف صلتاً يرده عنها فلا يستطيع أن يدخل المدينة فحق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يضرب بمخسرته الأرض ويقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة لا يدخل المدينة ولا يقربها ولا يدخل الدجال إلى مكة هو له خبر عجيب لا يزال يحتاج أن نذكر منه شيئاً أمال الله أمال الله أمال الله أمال الله آدال الله أمال الله أمال الله أن ترى حلق وki كان، ليس الأمر الدجالا surtout خ curiosاً ولله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته وحذّر من اتباع فتنته بل بيّن صلى الله عليه وآله وسلم شكله حتى إذا رآه الإنسان علم أن هذا هو المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كفارا يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ حتى المؤمن الأمي الذي ما قرأ كتابا ولا خط بقلم ولا دخل مدرسة ولا جلس في درس علم ما يعرف القراءة ولا الكتاب أمي مع ذلك إذا رأى الدجال قرأ بين عينيه كفارا جعد الشعر أعور وإن ربكم ليس بأعور ما من نبي بعثه الله إلا أنذر أمته المسيح الدجال ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني محدثكم حديثا ما حدثه نبي من الأنبياء لقومه نوح أنذر قومه ولم يخبرهم بهذا الخبر صالح أنذر قومه لكنه ما أخبرهم بهذا الخبر شعيب أنذر قومه الدجال لكنه ما أخبرهم بهذا الخبر يوسف يعقوب إبراهيم إسماعيل إسحاق أنذروا أقوامهم من الدجال لكنهم ما أخبرهم بهذا الخبر قال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال وإني محدثكم بحديث ما حدثه نبي قبلي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور المسيح الدجال يظهر في آخر الزمان يمر على بيوت الناس يمر عليهم في أراضيهم في مجالسهم يمر عليهم وهم في بساتين مر على هذه الديار التي نراها لكنها أصبحت بعده خرابة يزعم المسيح الدجال أنه رب العالمين وإن ربنا ليس بأعور يدعو الناس إلى عبادته واتباعه فما فتنة الدجال كيف يفتن الناس كيف يجذبهم إلى تصديقه قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال في خفة من الدين وقلة من العلم خفة من الدين ليس هناك ثقل للدين عند الناس ليس هناك حجم وهيبة للدين في خفة من الدين تساهلوا بصلاتهم الاقتصاد تساهلوا بالرباء تساهلوا بحجاب النساء تساهلوا بالاختلاط تساهلوا بظهور أمور الشرك في خفة من الدين وقلة من العلم على هذه المجموعة من الناس يخرج الدجال بفتنته قلة من العلم ليس عندهم علم بالعقيدة بالفقه بالتفسير بالحديث ما عندهم علم أساسا حتى بصفات الدجال فإن الناس إذا تركوا ذكر الدجال على المنابر خرج الدجال عليه ما يتذاكر الناس الدجال أصلا وبالتالي ليس عندهم معلومات تتعلق به وقال عليه الصلاة والسلام عمران بيت المقدس خراب المدينة أو قال خيرا خراب يثرب يثرب التي كانت مساجدها مليئة بالمصلي المدينة التي نراها يتزاحم الناس في طرقاتها في مسجدها في مساكنها وفنادقها وبيوتها يأتي عليها زمان تطوف فيها السباع والكلاب ليس في شوارعها أحد أبدا عمران بيت المقدس يعمر الأقصى فلسطين إذا فتحها المسلمون وعادت إليهم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة ملحمة هي المعركة الكبرى بين المسلمين والنصارى وخروج الملحمة خروج الدجال بعدما تقع المعركة بين المسلمين والنصارى ويأتي النصارى تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر ألفاً بعدها يخرج الدجال وقال عليه الصلاة والسلام تصطلحون أنتم والروم صلحاً تاماً فتغزون عدواً من ورائكم فتغلبون فتغلبون وتغنمون يكون في غناء وغلباً لجيش هو تحالف بين المسلمين والنصارى قال فإذا غلبتم غلب هذا التحالف ذلك العدو الذي من ورائنا من ورائنا من يكون من ورائنا يعني من شرق المدينة من يكون قال فتغلبون وتغنمون قال فيرفع رجل من الروم الصليب ويصرخ غلب الصليب غلب الصليب غلب الصليب فينطلق عليه رجل من المسلمين ويأخذ الصليب ويكسره ويقول كذبت بل الله غلب إن ينصركم الله فلا غالب لكم بل الله غلب قال فتنطلق عصابة على هذا المسلم فيقتلونه وينطلق عصابة من المؤمنين فيقاتلونهم فيتواعدون للملحمة للقتال العظيم الذي يأتي فيه النصارى تحت ثمانين راية ربما هم ثمانين دولة أو ثمانين جيشا فيقتلون مع المسلمين ينتصر المسلمون وبعدها يخرج الدجال قال عليه الصلاة والسلام وخروج الملحمة وقوع الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال وقال عليه الصلاة والسلام ينزل الروم في الأعماق أو قال بدابق يعني في شمال سوريا يأتي الروم من أوروبا فلا يزالون يسيرون جنوبا مقبلين على بلاد المسلمين بلاد العرب يأتي الروم حتى ينزلوا في مرج دابق في شمال سوريا قال فتخرج عليهم عصابة من المدينة أو قال جيش من المدينة يعني من مدينة دمشق هم خيار أهل الأرض يومئذ قال فيلتقون فينهزم ثلث يعني من جيش المؤمنين لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله ويفتح الله على ثلث قال فيفتحون القسطنطينية ينطلقون شمالا فيفتحون القسطنطينية قال فبينما هم يقتسمون الغناء قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون لم يقل قد علقوا أسلحتهم لا إنما قال قد علقوا سيوفهم دلالة على أن الناس سيعودون إلى الأسلحة القديمة سيف وخنجر ورمح وسهم وخيل وبغال وأبل قال فبينما هم كذلك قد علقوا سيوفهم يقتسمون الغنائم إذ صاح صائح فيهم ألا إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم الدجال خرج إلى أهلكم قال فيرجعون وذلك باطل يعني الخبر غير صحيح فإذا وصلوا دمشق بعدها يخرج عليهم الدجال له فتنة عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج من قبل المشرق قال إنه خارج ما بين الشام والعراق الأردن وسوريا لها حدود مع العراق إنه يخرج في هذه المنطقة خلّه ما بين الشام والعراق هل سيخرج الدجال من حدود الأردن مع العراق؟ في شمالها أم في جنوبها؟ أم سيخرج في حدود سوريا مع العراق؟ إنه خارج من قبل المشرق يخرج خلّة ما بين الشام والعراق يسيح الدجال في الأرض فلا يدع منها موضعاً إلا دخله إلا مكة والمدينة مقدار لبثه في الأرض أربعون يوماً يمر فيها على كل شيء لو لقيت أهل هذا البيت لحدثوك أنهم سمعوا به أو مرّ بهم ترى هل اتبعوه؟ أم هربوا بين يديه؟ أم وقعوا في فتنته؟ مرّ بهذه الأشجار مرّ بهذه الموعظة لو نطقت لحدثتك بخبره يلبث في الأرض أربعين يوماً لكن ليست كأيامنا يوم طويل كسنة طوله طول سنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً تجعل يوماً واحداً بدل ما تطلع الشمس ثم تغرب بعد اثنى عشرة ساعة أو ثماني ساعات فإنها في هذا اليوم من أيام الدجال تطلع الشمس ثم تكون بطيئةً جداً في سيرها فلا تقطع شيئاً قليلاً في وقت قليل كلاً وإنما لا تكاد تسير ويمضي عليها أربع وعشرون ساعة وهي تسير ثم أربع وعشرون ساعة وهي تسير ثم أربع وعشرون ساعة وهي تسير لم تصل إلى حد الزوال لم تصل إلى منتصف النهار بعد فتحتاج الشمس حتى تصل من مشرقها إلى مغربها إلى ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً أضرب أربع وعشرين ساعة في ثلاثمائة وخمسة وستين قال الصحابة يا رسول الله فهذا اليوم الذي كسنه أيك فين فيه صلاة يوم واحد ما أعظمهم في اهتمامهم بصلاتهم وتعظيمهم لها وتعلق قلوبهم بها ما قالوا يا رسول الله كيف يكون لون الشمس وما هو حال الأرض وكم عدد الساعات وأنه حر أم برد كلا وإنما سألوا عما أهمهم كانوا جارسين يستمعون إلى سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يستمعون إليه بكلهم وكأن أجسادهم قد انقلبت كلها آذاناً تصغي قالوا يا رسول الله اليوم الذي ستكون ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً سنة كاملة أيك فينا فيه صلاة يوم واحد يعني نصلي الظهر ثم ننتظر أربعة أشهر أو خمسة أشهر ثم نصلي العصر وقال عليه الصلاة والسلام لا لا أقدروا له قدرة أقدروا له قدرة بمعنى تحينوا وتوقعوا متى يكون أذان الظهر ووقت الظهر فصلوا إذا مضى وقت يسير وظننتم أنه جاء وقت الظهر الأصلي في الأيام العادية فصلوا وحسبك بالصحابة عظمة وجلالة أن قلوبهم تعلقت بصلاتهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشع إذا رأيت الرجل متعلقاً بالصلاة فعلم أن الله يحبه قال عليه الصلاة والسلام عن الدجال إنه يلبث في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة هذه ثلاثة أيام طوال طيب وبقية الأربعين يا رسول الله مثل ماذا؟ قال وبقية أيامه كأيامكم اليوم الأول يوم كسنة واليوم الثاني كشهر طوله واليوم الثالث كجمعة يعني كأسبوع بدل ما يكون اليوم الثالث أربع وعشرون يوماً؟ لا اضرب هذه الأربع وعشرين في سبعة طيب وبقية الأيام بقي سبعة وثلاثون يوماً قال وبقية أيامه كأيامكم يعيث في الأرض يميناً وشمالاً يدخل كل الأرض يمر على مدنها يمر على بواديها يمر على جزرها على جبالها على وديانها لا يضع شبراً من لا يدع شبراً من الأرض إلا ساحة فوقه ومسحة يدعوهم إلى عبادته قبل الدجال قبل أن يظهر الدجال قال عليه الصلاة والسلام مخبراً لنا أنه تمر على الناس ثلاث سنين عجاف في السنة الأولى يأمر الله الأرض فتمسك ثلث نباتها ويأمر الله السماء فتمسك ثلث قطرها يعني صاحب الأرض بدل ما ينبت تنبت له أرضه في كل سنة مئة من مئة كيلو من القمح أو الشعير في تلك السنة يأمر الله الثلث فتمسكه الأرض فلا يخرج إلا مئتان قال عليه الصلاة والسلام ثم في السنة التي بعدها يأمر الله الأرض فتمسك ثلثي نباتها ويأمر السماء فتمسك ثلثي قطرها ثم في السنة الثالثة يأمر الله الأرض فتمسك نباتها كلها ويأمر السماء فتمسك قطرها كلها فلا يبقى دابة إلا هلكت ولا يبقى ذات ظل إلا هلكت ترى الأشجار بعدما كانت خضراء حسنة لها ظل وارف ترعى فيها الطير والدواب وربما أكل منها الناس ثمارا أو استفاد من ورقها تراها قاحلة لا ترى إلا أغصانا يابسا قال عليه الصلاة والسلام فلا يبقى ذات ظل إلا هلكت هذا قبل خروج الدجال قال الصحابة يا رسول الله فما يعيش الناس كيف الناس يعيشون مدام ما في ورق شجر ما في ثمر ما في دواب فما يعيش الناس قال التهليل والتكبير والتسبيح المؤمن بكثرة ذكره لله يعطيه الله تعالى قوة في بدنه تتحمل يخرج الدجال من جهة المشرق على الناس فلا يزال يدعوهم إلى عبادته منهم من يفتن به ومنهم من يواجهه ومنهم من يفر منه ومنهم من يجتمع لحربه ومنهم من يطعنه بحربته من كثرة ما حدثهم عن الدجال صلوات ربي وسلامه عليه صاروا يتحدثون عنه في مجالسهم يتناقشون عن حاله ما هي الفتن التي تكون معه كيف يكون اتباع الناس له ما هي الأسباب التي تعصم الناس من اتباعه وفتنته حتى تحاوروا يوماً في مسجده المبارك صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وإذا هم جلوس يتحاورون في أمر الدجال قال فيما تتحدثون قالوا يا رسول الله نتحدث عن الدجال قد أكثرت علينا فيه بمعنى أنك حدثتنا وأنت على منبرك حدثتنا وأنت جالس في مسجدك حدثتنا ونحن نسير معك في غزواتنا وأسفارنا قد أكثرت علينا فيه يا رسول الله حتى ظننا الدجالة في أطراف النخل أنه اقترب من المدينة فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم إذا طلع الدجال وأنا موجود بينكم يا صحابة أنا المسؤول عن حواره عن مناقشته عن إسكاته وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه كل واحد مسؤول عن نفسه إذن لا بد أن نعرف من هو الدجال حتى نستطيع أن نحذر فتنته لأن كل واحد مننا حجيج نفسه لا بد أن نعرف ما هي فتنته ما هي صفاته لأن كل واحد مسؤول عن إنجاء نفسه من الدجال الدجال يدعي عدداً من الدواعي من أولها وأعظمها أنه يدعي أنه رب العالمين آتاه الله تعالى قدرات من السحر والتخيلات ما يفتن الناس بها حتى يتخيل بعض الجهل أنه ربما يكون الله وبالتالي يتبعونه ويعبدونه يمر الدجال على الأرض الخريبة التي كان فيها سكان قبل عشرات أو مئات السنين فإذا نظر إلى الأرض الخريبة ورأى تهدُّم جُدرانها وانبعاث الغبار من كل أنحائها ورأى أشجارها كيف يبست وكيف نسيها الناس وهجروها قال لها أخرجي كنوزك وإذا كل قطعة ذهب أو فضة قد دفنت في الأرض وإذا هي تتفجر من الأرض وتتبعه كنوزها كعياسي بالنحل كأنها مجموعة نحل تجري وراءه والناس ينظرون ويلتفت إلى الناس ويقول ألست بربكم ها هي الأرض يتبعني ما فيها من كنوز يمرُّ على القوم فيدعوهم إلى عبادته فيكذِّبونه ويردون عليه قوله ثم يمضي عنهم فيُصبحون وإذا دوابُّهم هلكا وإذا الأرض جرداء ليس فيها نبات ويمرُّ على القوم فيدعوهم إلى عبادته وتصديق فيُصدِّقونه ثم يُصبحون وإذا أرضهم خضراء وتعود عليهم سارحتهم نعمهم التي كانت ترعى تعود إليهم في ذلك اليوم وهي أطول ما كانت ذُراء وأسبغه ضروعا وأمدَّه خواصر يعني شعرها قد طال والضروع التي يكون فيها اللبن قد كبرت حتى امتلأت من اللبن وأمدَّه خواصر وإذا هي ظاهر عليها الشبع تُطيعه الجمادات وتتبعه ذهب والفضة يؤثر في الحيوانات معه جنَّةٌ ونار قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بما مع الدجَّال منه أوحى الله تعالى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بمعلومات عن الدجَّال الدجَّال نفسه لا يعرفها يقول عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بما مع الدجَّال منه معه جنَّةٌ ونار فناره جنة يراها الناس كأنما هي نار تشتعل وهي في الحقيقة باردة سلاما ومعه جنة يراها الناس خضراء وارفة وهي نار تشتعل عذابا قال عليه الصلاة والسلام فمن أدركه منكم فليأتي الذي يراه نارا وليغمض عينيه وليطقطئ وليشرب فإنه ماء بارد إنه ماء بارد وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال يتبعه فئام من الناس أول من يمر بهم الدجال يهود أصفهان وأصفهان مدينة اليوم في إيران تقع في جنوب طهران عاصمة إيران بمساثة ثلاثمائة وأربعين كيلومتر يسكنها ما بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين ألف من اليهود عندهم معابد يقومون بطقوسهم يلبسون الطيالس والطيالس هو خرقة يضعها اليهودي فوق رأسه وتنسدل على كتفيه إلى منتصفه يلبسها قساوسة وشيوخ اليهود المتعبدون يقول عليه الصلاة والسلام يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة يعني قد لبسوا لباسا الاستقامة على الدين والتمسك به سبعون ألفا دليل أنهم هذا العدد اللي موجود في إيران الآن قرابة الثلاثين ألف هذا العدد سيزيد إما بنزوح من اليهود وإما بدعوة غيرهم ليصبحوا يهودا يتبعون الدجال والدجال يصدق به اليهود ويعتبرونه هو المسيح المنتظر الذي سيملكون به الأرض وفي التلمود والتوراه إلى اليوم لا يزال مكتوبا من النصوص ما ينص عليه اليهود أن الدجال إذا جاء جعل لكل يهودي وهو المسيح المنتظر عندهم جعل لكل يهودي ألفين وثلاثمائة خادم وجعل له كذا وكذا من الإقطاعات وجعل له كذا وكذا من الأموال هذا هو حال الدجال وهذا هم أول أتباعه يمضي الدجال بين الناس يدعوهم إلى عبادته يتبعه أقوام من الجهلة ممن لم يتعلموا ولم يبحثوا العلم يمر بهم الدجال فيدعوهم إلى عبادته وفي بواديهم يقول عليه الصلاة والسلام يقول الدجال للأعرابي وهو الذي يسكن في صحراء ليس عنده علم ولا دراسة ولا تعلم يقول له أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك أتصدقني لو بعثت أمك وأباك الذين ماتوا من سنين هل تصدقني أني أنا ربك فيقول نعم فيأمر الدجال الشياطين فيتمثلون له بصورة أمه وأبيه فينظر هذا الأعرابي إلى صورة أمه وإلى صورة أبيه وإذا هما يخاطبانه بخطاب الأبي والأم بكل حنان يقولان يا بني اتبعه إنه ربك إنه ربك فينظر الأعرابي إلى أمه وأبيه فيصدقهما ويتبع الدجال له فتنة عظيمة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعود إلى بيته ويأتي إلى أهله إلى بناته وزوجته ثم يوثقهن رباطاً خوفاً عليهن من أن يتبعنا الدجال ويتبعه جمع كثير من الناس لذا كل الأنبياء حدثوا وحذروا أممهم من اتباع الدجال والأنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه غير الدجال أخوفني عليكم هل يمكن أن أخاف عليكم من أعظم من الدجال يتبع الدجال يتبع الدجال أيضاً قوم وجوههم كالمجان المطرقة المجان هو ما يمسكه المقاتل الترس الذي يحمل المقاتل السيف في يد ويمسك المجن في يد وهو كأنه غطاء للقدر الذي يوضع فيها الطعام لكنه بشكل آخر له مقبض وله قطعة حديد يمسكها المقاتل إذا ضرب بسيف اتقاه بهذا الترس المجن فيتبع الدجال أقوام وجوههم كالمجان المطرقة بمعنى أن وجوههم عريضة يتبعون الدجال وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يلبث في الأرض أربعين يطوف في الناس فلا يدع مكاناً إلا دخله الدجال مكة والمدينة يقف الدجال على أبوابها فلا يدخلها والملائكة على أبوابها بأيديهم السيوف لكن المدينة تنتفظ فيخرج منها كل منافق وكافر يخرجون ليتبعوا الدجال لكن المدينة تنفي خبثها فإذا أقبل الدجال وقف على أبواب المدينة وقف على أرض سبخة وهي أرض يابزة والله ما أشبهها بهذه الأرض ليس فيها نبات ليس فيها رطوبة ليس فيها زرع أرض مشققة وهي دون المدينة من وراء أحد يقف الدجال ثم ينظر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو أبيض فيقول هذا قصر أحمد ولا يستطيع أن يدخلها فتنتفظ المدينة فيخرج منها كل منافق وكافر يخرجون يمشون طواعية حتى يأتوا إلى الدجال ويتبعونه يمضي الدجال ثم يقبل شاب طالب علم رجل يقبل متوجها إلى الدجال فيلقاه مسلحة الدجال الحرس فيقول له إلى أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الكذاب لأقتله فيقولون أوما تؤمن بربنا قال ما بربنا خفاء أنا أعرف صفات الله فأؤمن به أما أن أؤمن بالأعور الكذاب لا والله فيسل أحدهم السيف عليه ليقتله فيقول له آخر لا تفعل أليس قد أمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه فيقولون بلى فيأخذون هذا الشاب ويمضون به إلى الدجال وإذا الدجال جالس بين أتباعه الذين صدقوه فيقول له الدجال أوما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب فيقبل إليه الدجال ليقتله يقبل شاب يعمد إلى الدجال شاب مؤمن صالح رجل فيقبض عليه مسلحة الدجال إلى أين تذهب قال أعمد إلى هذا الكذاب لأقتله قالوا أوما تؤمن بربنا قال ما بربنا خفاء أنا أؤمن بالله منذ أن ولدت لا أحتاج أن تسوقوني إلى أعور كذاب فأعبده من دون الله فيرفع أحدهم سيفه عليه فيقول له آخر لا تقتله أليس قد أمرنا ربنا ألا نقتل أحدا دونه فيعيد سيفه في غمده ويسوقونه إلى الدجال فإذا رآه الدجال والدجال بين مسلحته معه سبعون ألفا من اليهود عليهم الطيالسة فهو مسيحهم المنتظر الذي يملكون به الأرض ويقتلون به الأمم ومعه جموع من النساء والأطفال والرجال والشباب فيقول له الدجال أوما تؤمن بي قال أنت المسيح الأعور الكذاب فيقول الدجال لمن حوله أرأيتم؟ إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ قالوا نعم فيأمر به الدجال وينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه فيقطعه جزلتين قيل يضربه بالسيف وقيل في رواية أنه ينشر بالمنشار ثم إذا ضرب وقطع طارت كل جزلة كل جزء رمية الغرض كأنما أخذت حجرا ورميته ربما جاوزك بأربعين مترا مئة متر فتكون قطعة يمينا وقطعة يسارا والدم يسير والناس ينظرون إلى قطعتين ثم يمشي الدجال بينهما وهو أعور أفحج القدمين أفحج الساقين له شعر جعد قبيح المنظر يمشي الدجال بينهما بعين عوراء وعين ممسوحة ثم يلتفت إليه ويقول قم فتجتمع الجزلتان ويستقر واقفا فيقول له الدجال أآمنت بي؟ فيقول والله ما ازددت بك إلا يقينا أنت المسيح الكذاب فيأخذ الدجال سكينا ليذبحه والدجال إنسان عادي طوله كطول البشر وحجمه كحجم البشر فيمسكه الدجال يتعارك معه ليذبحه بالسكين فيجعل الله ما بين ترقوة الشاب ما بين أسفل عنقه طوال رقبته طوال رقبته يجعله الله نحاسا فيمر الدجال السكين فلا تذبح النحاس فيأخذه الدجال ويرميه فيما يدعي أنه ناره وإذا هو جنته والشاب يساق إلى تلك الجنة التي هي في صورة نار ويلتفت الشاب ويقول لناس أيها الناس لا تصدقوه والله لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد غيره وذلك أن الله أقدره على شخص واحد فقط فلو قطع غيره وأراد أن يحييه لم استطاع ذلك أبدا موسيقى موسيقى إنها الفتنة العظيمة إنها الفتنة التي حذّر بها جميع الأنبياء أقوامه ما من نبي إلا حذّر أمته المسيح الدجال إنها الفتنة بالأعور الكذاب إنه الرجل الذي يدّعي أنه رب العالمي يأمر الأرض يقول لها أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها من جوفها تتبعه كيعاسي بالنحل مجموعات تجري وراءه إنه الذي يأتي إلى الأعرابي يقول له أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك إن بعثتهما وقد مات أتؤمن بي؟ يقول نعم نعم فيأمر الشياطين فتتمثّل له بصورة أمه وأبيه فيراهما بعينه تقول أمه وأبوه يا بني اتبعه فإنه ربك أتباعه متعددون فيهم اليهود فيهم الجهلة فيهم قوم وجوههم كالمجان المطرقة كالترس الذي طرق بالجلود الذي يمسكه المقاتل في القتال يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيحاوره ويقول له هذا الرجل أنت المسيح الكذاب فيقطعه نصفين ثم يأمره فيقوم حيا لكنه أعور كذاب وإن ربنا ليس بأعور فالله كامل الصفات عظيم الأسماء وسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلاء أما الدجال فأفحج الساقين أعور العين اليمنى كالذاب معه خزع بلات وسحر كيف يستطيع المرء أن يتقي الدجال يقول عليه الصلاة والسلام ليفرن الناس من الدجال في الجبال قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ العرب ما جرت عادتهم أن يسكنوا في الجبال إنما يسكنون في السهول عندهم غنمهم عندهم زرعهم أما أن يسكن في جبل فما جرت عادته بذلك وقال عليه الصلاة والسلام لأم شريك العرب يومئذ قليل خلاص كل الناس تمدنوا ما يوجد أعراب في البوادي العرب يومئذ قليل وقال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه ليست شجاعة أن يأتي الإنسان ويقول أنا سأسكت الدجال أنا سأحايره لا فلينأ عنه سمعت به خرج في طرف المدينة أخرج وفر إلى الطرف الآخر ابتعد عنه من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه يعني من الفتن وقال عليه الصلاة والسلام فمن ابتلي بناره بنار الدجال إذا قيل له آمن به فلم يؤمن فجر إلى ما يسميه الدجال نارا وهي نهر بماء بارد لكنه يراه نارا قال فليستغث فمن ابتلي بناره فليستغث بالله فليستغث بالله ليقول يا الله يا الله يا الله يا الله فليستغث بالله من اتقاء فتنة الدجال أن نستعيذ بالله منه إذا انتهى الإنسان من صلاته وبلغ آخر تشهده فليقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وقال عليه الصلاة والسلام من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم يقرأ عليه فواتح سورة الكهف أول عشر آيات أو يقرأ الكهف كاملة فإن الله تعالى يعصم الإنسان بذلك في أوائل سورة الكهف ذكر للفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى الذين قذف الله في قلوبهم الإيمان فعصمهم من الفتن قومهم يعبدون الأصنام يتقربون إلى الأوثان وهم معصومون من الفتن فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف نعم إن القرآن عصمه من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ومما يعصم من الدجال دعاء الله تعالى فاللهم عصمنا من الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال ودجله يا رب العالمين اللهم املأ قلوبنا إيمانا حتى لا يؤثر فينا الدجال يا رب العالمين يظل الدجال يفتن الناس يضيق على من لا يؤمن به ربما مر بالقوم وقد صارت أرضهم خضراء حسن فإذا تركهم صارت جدباء لا تكاد أن ترى فيها خضراء أبدا من الذي يقتل الدجال كيف تنتهي فتنة وهو يسرع في الأرض قال عليه الصلاة والسلام لما سئل يا رسول الله كيف إسرعه في الأرض بهذه الفتن ويظل أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم يا رسول الله كيف إسرعه في الأرض فقال عليه الصلاة والسلام كالغيث استدبرته الريح كالغيوم المنبدة بالماء وقد جاءت وراءها ريح تدفعها قال كالغيث استدبرته الريح يفر الناس من الدجال ويلجأون إلى الجبال ويلجأ عصابة من المؤمنين فيهم فيهم محمد الطور في فلسطين ويحبسون في هذا الجبل ويقبل الدجال وينزل في أصل الجبل يحاول أن يصعد أصل الجبل معه سبعون ألفا من اليهود في أسلحتهم معه أتباعه ممن غشوا بما يدعو إليه فيظل المؤمنون في كربه لا يستطيعون تخلصا وتمضي كل ليلة وهم يتحيرون هل ننزل نقاتل عددنا أقل من عدد وقوتنا أضعف من قوة لكن إلى متى نظل على هذا الحال ثم في ليلة من الليالي يقرر المؤمنون ومعهم محمد بن عبد الله الحسني العلوي المهدي يقررون أن ينزلوا لقتاله إما أن ننتصر عليه وإما أن يفر منا وإما أن يقتلنا جميعا فبينما هم على ذلك يتشاورون إذ قرروا القتال بعد صلاة الفجر فيؤذن أحدهم لصلاة الفجر وقد لأبل وقد لبسوا لأمة حربهم وجهزوا سيوفهم الموت أو النصر ثم أقيمت الصلاة وهم يعدون أنفاس حياتهم يعدون الدقائق لمواجهة عظيمة مع الدجال فلما أقيمت الصلاة ألقى الله عليهم ظلمة ظلمة شديدة إن كان عندهم سراج انطفى إن كان عندهم أدنى ضوء ذهب ضوء حتى إن أحدهم يخرج يده فما يستطيع أن يراه لا يرى أحدهم الآخر ولا يرى بعضهم بعضا حتى يده لا يستطيع أن يراه فبينما هم على ذلك في ظلمة شديدة لم يستطيع حتى أن يصفوا للصلاة إذ أنزل الله تعالى عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام إنها فتنة عظيمة أن يظل الدجال في أسفل الجبل والمؤمنون في أعلاه لا يملكون من أمرهم شيئا فلما أجمعوا على قتاله بعد صلاة الفجر ألقى الله عليهم ظلمة شديدة ثم لما انقشعت الظلمة وإذا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد انشقت له أبواب السماء ونزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان قطعتان من قماش مصبغتان بورس وزعفران وهو نبت طيب رائحة يصبغ به له شعر أملس كأنما خرج من ديماس كأنما خرج من حمام كأنما اغتسل وخرج إذا تأطأ رأسه تحدر منه كمثل الجمان قطرات من الماء كأنها لؤلؤ ينزل الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام والدجال نازل في أسفل الجبل ليقتل المؤمنين ينزل عيسى عليه السلام على هؤلاء المؤمنين ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق ويأتي هؤلاء المؤمنين فإذا ذهبت الظلمة رأوه وإذا عليه لأمة الحر متجهز للقتال فيقول أنا عيسى بن مريم فيقول له قائد المؤمنين تقدم يا روح الله صل بنا فيقول لا بل بعضكم لبعض إمام أنت تصلي بنا يقول عليه الصلاة والسلام ومنا يعني من أمتي من يصلي عيسى بن مريم وراءه فيصلي هذا المؤمن بهم وعيسى بن مريم مع المؤمومين فإذا انتهى جعل عيسى بن مريم يمسح على وجوه هؤلاء المؤمنين يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة يحدثهم بدرجاتهم في الجنة حق لهم ذلك حق لهم ذلك بالتوحيد ما أجمل تلك اللحظات والله صلى الله أن يعصمنا من الدجا ما أجملها من لمسات أن يمسح عيسى بن مريم على وجهك وأنت قد اشتقت إلى أهلك وولدك شق عليك الأمر وإذا عيسى بن مريم يمسح وجهك ويحدثك ليس أنك من أهل الجنة لا بل يحدثك بدرجتك في الجنة ثم يقول عيسى بن مريم للمؤمنين إني أخيركم بين ثلاث بين أن يبعث الله على الدجال وجنده جندا من عنده فيهلكونه وبين أن يخصف الله بالدجال وجنده الأرض وبين أن يخرجكم الله إليهم بسلاحكم ويكف سلاحهم عنكم هم لا يستطيعون أن يضربوكم بالسلاح وأنتم تضربونه أي هذا أحب إليكم فيقول المؤمنون بل والله الثالث أشفى لصدورنا فيدعو عيسى بن مريم ربه ويخرجون قال عليه الصلاة والسلام فإنك لترى اليهودية العظيم ترعد يده بالسيف لا يستطيع أن يقاتل فيقتلهم المؤمنون وإذا رأى الدجال عيسى بن مريم وقف وأخذ يسيح يذوب كما يذوب الملح في الماء يتصبب عرقا وينتفض كأنما يذوب فيقبل إليه عيسى بن مريم بحربته ويطعن ثم يرفع الحربة وإذا هي تقطر دمى من دم الدجال ترجمة نانسي قنقر